بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلي محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعنى عدائهم مجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم سورة الحجرات الآية 13 بعد البسملة قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وعلي أبوا هذه الأمة المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلسي جزء 36 قال أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله أنا أبو كل مؤمن ومؤمنة المصدر كتاب مشارق أنوار اليقين سؤال دائما يتردد في الوسط الشيئي هل محمد بن الحنفية والمختار الثقفي صالحان أم طالحان جوابنا الأول هو بأن محمد بن الحنفية والمختار الثقفي صالحان عند الناس طالحان عند الأئمة الأطهار ما هو الدليل؟ نسمع على برامج التواصل الاجتماعي إن كان في اليوتيوب أو في القنوات الفضائية أو في أي مكان الكثيرين من المعممين وغيرهم يستميتون بالدفاع عن محمد بن الحنفية والمختار الثقفي ويفندون الروايات الذام لهم وووو وآخرهم كان الشيخ مهدي المرشد قبل أيام له حلقتان أو أكثر دفاع مستميت بدون دليل استحسانات ويقول بأن الذي يتكلم بالسوء عن محمد بن الحنفية والمختار الثقفي فهو إنسان ساذج وذول جماعة الإخبارية ذول جماعة الأصولية ذول جماعة الكذا وكل كلامه حتى الروايات التي فندها فندها من غير دليل وقال رواية غير موجودة رغم البحث والتمحيص والتحر ما موجود هذه الرواية التي قال عنها وسنأتي على ذكر ذلك فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة وقول الأمير صلى الله عليه أنا أبو كل مؤمن ومؤمنة يعني الإنسان المؤمن والمؤمنة سيكون أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هو أبا له يعني أنا يجيني واحد يسمونه سيد بالمجتمع الشيع العراقي سيد 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 هو إنسان شارب للخمر زاني سافل ساقط كل الموبقات يفعلها بس يقول لك ما يصير نحشي عن جد رسول الله ماكوش قانون هذا القانون ما موجود الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني الكرامة هناك الله سبحانه وتعالى جعلها للإنسان إذا عنده تقوى ما قال أبو فلان عم فلان جد فلان يعني غير المعصوم ما إلى كرامة عندي إذا ما كان عنده تقوى غير المعصوم من أولاد الأئمة من أحفاد الأئمة من 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 أي إنسان نأتي إلى شخصية محمد بن الحنفية اللي نولد سنة 16 هجرية وتوفى سنة 81 هجري الرجل هذا لا عندي عداوة شخصية ويا ولا عندي سوء تفاهم ويا ولا ولا شخصية تاريخية لها ما لها وعليها ما عليها لست متحمل على هذه الشخصية أو شخصية المختار الثقفي أو غيرهم كما يظن المستمع أو كما يشاهد المشاهد محمد بن الحنفية هو محمد بن أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين الصلاة مو على هذا محمد القرش الهاشم المعروف بن الحنفية أم اسمها خولة بن جعفر بن قيس الحنفية ويسمى أحيانا بمحمد الأكبر وقد شارك في حربي جمل وصفين نهروان ما مشارك ليش ما نعرف وكان يحمل راية أبيه في معركة الجمل وعندما أمره أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه أن يعقر الجمل تقدم رشقوه بالسهام فوقف في مكانه ثم رجع فالإمام سلام الله عليه قال له بعد الإمام يعني ابنه مهما يكون ابنه هو هو يجي من بعد الإمام الحسن والحسين كما يسميه المرشد هذا مهدي المرشد يقول الصبط شون صبط الثالث الصبط شون يعني انتم نجيب الصبط ما كنت شحكي لأصباط كلهم يرجعون أمهم فاطمة صلى الله عليه عليها وعليهم جميعا فقال له من رجع بعد الإمام لازم يعني ابنه مهما كان واشقوه بالسهام راديو قد تكونه فش قال له يا ابنى اللخناء اللخناء المرأة القذرة التي لا تختسل من قذارة أو جنابة أو كلا يا ابنى اللخناء لا أم لك هذا عرق أخوالك هذا مو عرقي أين الحسن قال لبيك يا أمير المؤمنين قال أقر الجمل دخل الإمام أقار وسالفة طويلة حشيناها في يوم الأيام وإن شاء الله نعيده وهو لم يذهب مع الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم عاشرة وبقي في المدينة قيل إنه ادعى الإمام بعد أخيه الحسين صلى الله عليه وآله ولكنه تراجع عن ذلك بعد شهادة الحجر الأسود أو الحجر الأسعد بإمامة ابن أخيه الإمام السجاد صلى الله عليه وآله ونسبت الكيسانية نفسها هذه الكيسانية دين طلعوا باك الزمن نفسها إليه كإمام لها ويظهر من رسالة له للمختار الثقفي إن الكيسانية استطاعت تخليصه من يد عبدالله بن الزبير حينما حبسه في زمزل وهدد بإحراقه وإحراق من معه وهو أول من لقب بالمهدي الموعود لقبوه جماعة بأن أنت محمد المهدي اعتمد محمد بن الحنفية سياسة المسالمة والابتعاد عن الخوف بالصراعات السياسية وجه التسمية بابن الحنفية غرف محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه خولة الحنفية هاي اللخنان قيل إن بني أسد أغارت علي بني حنيفة أيام أو حنيفة حنيفة أيام أبي بكر لعنة الله تعالى عليه فسبوا خولة جابوها سبية وباعوها من علي بن أبي طالب صلى الله تعالى عليهم فبلغ قومها خبرها فجاءوا إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله فعرفوه إنها ابنتهم فأعتقها وأمهرها وتزوجها عن سلمان المحمدي رحمه الله تعالى قال إن مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه دخل على الحنفية هاي خولة ذات يوم فقامت إليه وقالت يا مولاي أشتهي ولد يكون خلفا من بعدي قال فأمر أمير المؤمنين صلى الله عليه فأمر أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله يده على كتفها وقال احملي محمدا فحملت ثم قال لها ضعي محمدا فوضعت بأسرع من طرفة عين نفس اللحظة حملت ونزلت الطفل جابته أي إن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله لم يلمسها المصدر كتاب المناقب للعلوي فسيجيك واحد يقول لك من باب المعجزة من باب الكرام ومن بابل كذا نحن ما نشوفها كرامة نشوف بين هاي المرأة ما راد الإمام أن تكون لزوجة حقيقية قالت لاري الطفل وهاي ما عدي ويش نوع نوع كذا هل تريد تسويها معجزة عادي براحت سويها معجزة راح نشوف هذا المعجزة السواء بعد وندعو الأوساط الشيعية إلى عدم التلوث بالمرض البكري من تقديسهم للشخصيات التاريخية لا صير مثل البكرية ونقله إلى وسطنا الشيعي داعيا في ذات الوقت إلى أعمال مزيدا من التحقيق والبحث بعمق وعدم التشبث ببعض الروايات التي ظاهرها مدح لتلك الشخصيات ابحث يا أخي ابحث وإن هناك أصوات تتعالى من هذا الطرف أو ذاك وتنكر علينا حين ندين شخصيات تعد من قرابة أهل البيت صلى الله عليه ونراها بحسب الأدلة مرفوضة طالبين مننا أن نحترم هذه الشخصيات إكراما لأهل البيت صلى الله عليه ما نحترمه هنا أي شخصية طالحة لوموم من أقارب أهل ما نحترمهم إنسان طالح ليش أحترمه ونوضح بين هذه الشخصيات المدانة من قبلنا كعقيل ابن أبي طالب وعبد الله بن جعفر الطيار والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس ابنه وأمثالهم ومحمد بن حنفية هذا ما قلنا فيهم إلا ما قاله والمختار الثقافي طبعا ما قلنا فيهم إلا ما قاله أئمتنا صلى الله عليه تعالى عليهم وما عدونا قولهم والمشكلة تكمن في التنشيئ الثقافية الشيعية التي ولدت تصورا خاطئا أو مغلوطا في تقييم هذه الشخصيات بالتشبث ببعض الروايات أو الآثار التي ظاهرها إنهم من الممدوحين يعني سيدا مثلا وحدة بي بي تي أمي أره قلها قلها هذا سيد بس وكذا يوم ولا يشور بيك لا مدري شين يجد رسول الله ذول القدماء كلهم على هذا الحال من بطحين المهم جد رسول الله هو مجد رسول الله ما لا علاقة الرسول صلى الله عليه وآله جد الأئمة المعصومين فقط هذا محمد وغير ذولي مجدهم هذا أبو أمير المؤمنين بس أم مفاطمة الزهراء صلى الله عليه ما إلى أي صلة قرابة بالنبي صلى الله عليه وآله يصير ابن عم أبو شين قررت والحال إن من يحقق ويتعمق ويبحث جيدا سيكتشف الذي نحن نقول وهو أن هذه التي تعد عند القوم أدلة على صلاح هؤلاء هي في أحسن أحوالها لا تصمد أمام الأدلة التي تدل على فسادهم وإن الواجب دائما تقديم الأقوى من الأدلة مضيفا أن الأدلة التي يستدلون بها موهونة بل عامتها من طرق أهل الخلاف من البكرية ومن عيونهم الكدرة وحياضهم المستقدرة وبعضها آراء واستحسانات ظنية أو يذكر رواية وينسبها إلى أحد الأمة كذبا أو يذكر رواية غير موجودة في الكتب مثل مهدي المرشد من ذكر الرواية من كتب الشيعة الثقة مثل مهدي المرشد حين قال بأن الإمام الحسين صلى الله عليه وآله أوصى لمحمد بن الحنفية بأن يدعي الإمامة حفاظا على الإمام السجاد صلى الله عليه وآله من أن يقتلوه بني أمية وقال أن الرواية موجودة في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي وبعد بحثنا طويل لم نجد هذه الرواية وهو مجرد استحسانات من القائل ويقال أيضا في الساحة الشيعية بأن ابن الحنفية ادعى الإمامة لكي يبين إمامة الإمام السجاد وذلك ما حصل من نطق الحجر الأسود ببيان إمامة الإمام السجاد صلى الله عليه وآله أي اتفاق بينهم على أساس بأن الإمام الحسين عليه السلام صلى الله عليه وآله قال للأخوه هذا محمد بن الحنفية قال أنا مننا روحان ويرجع الإمام أنت ادعى الإمامة وبعدين نروح يم الحجر ونشوف الحجر ياهل يشهد له يشهد للإمام قطر تبين للناس بأن الإمام ماكوش فيلم عندي أي تجاوز على الإمامة والإمام المعصوم يعني أنتم شون فريتوها الفرة أنت مهدي المرشد من ينجب بتاعي الرواية ما إلى وجود أي اتفاق بينهما وهذا الكلام أيضا لا صح له ولا توجد لدينا رواية تثبت اتفاقهما وهذا الكلام يناقض قول رسول الله صلى الله عليه وآله ببيان الأئمة وأسمائهم وذلك عن المفضل عن يونس بن ضبيان عن جابر الجعفي قال سمعت جابر من عبد الله الأنصاري يقول لما أنزل الله عز وجل على نبيه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلت يا رسول الله عرفنا عرفنا الله ورسوله فمن أولي الأمر الذين قرن الله سبحانه وتعالى طاعتهم بطاعتك قال هم خلفاء يا جابر وأئمة المسلمين بعد أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ثم علي بن الحسين يعني هنا قال علي بن الحسين ما قال يجوز محمد بن الحنفية يجوز علي بن الحسين ما قال ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرؤه من السلام ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم سمي وكني حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي ذلك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ذلك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله تعالى قلبه للإيمان المصدر للكلام كتاب بحار الأنوار للمجلسي جزء 36 هاي رواية مفصلة عن النبي صلى الله عليه وآله بالأسماء من أم والأم من بعدي فأنت جاي يا مهدي المرشد وغيرك حتى الغزي يقول على هذا الموال بأن كذا وهذا وكذا وراحة ومحمد بن الحنفية والنعم منه وسلام الله عليه والمختار والنعم منه وما اختضبت هاشمية إلا من بعد المختار ما قتل قتلت الإمام من هذه التمثلة ونسألكم هل الإمام السجاء صلى الله عليه بحاجة لابن الحنفية لكي يثبت أو يثبت إمامته للناس وهل هناك داعن بعد هذا الكلام للدفاع عن تلك الشخصيات وتلميع صورتها ونشير إلى أن الإصرار للدفاع عنها لا يفرق على ما يفعله البكرية تماما للدفاع عن رموزهم وشخصياتهم كأبي بكر وعمر وعائشة وغيرهم لعنة الله تعالى عليهم جميعا ونطالب الوسط الشيعي خاصة الشيعي أنا ما طالب من واحد معمم يمشي وراء المرجع شي يقول له انبطح قوم روح نام بل كذولي شيعتهم شيعة المراجع بأن الإنسان شوي يفكر من يسمع الحديث نطالب الوسط الشيعي بأن يكون حادا على من حاد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أي أن كانت شخصيته ونلفت الأنظار إلى ظاهرة ملموسة في وسطنا الشيعي وهو التردد في عدم تسقيق تلك الشخصيات عازيا السبب إلى العاطفة كون إن الشيعة تربوا على احترام أهل البيت وأولادهم وقرائبهم ونسوانهم ومدرد بس إذا واحد طالح منهم ليش احترم أنا ليش احترم ما احترم أنا احترم الصالح منهم وقراباتهم ومن ينتسب إليهم والتخوف من المساس بأحدهم إلا أن التجاوز بها الحد لتشمل المنحرفين والفاسقين منهم يعد استغفالا للعقول ونقول إن الأئمة صلى الله عليه عليهم جميعا حسموا الأمر ودعونا ودعونا بأن نرفض من كان فاسدا من قرابتهم وأن لا تأخذنا في الآهة تعالى لوم تلائم أخرج الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الصادق صلى الله عليه وهو يخاطب حمران بن أعين رحمة الله عليه قال يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم أو العالم قلت يا سيدي وما المطمر فقال صلى الله عليه أنتم تسمونه خيط البناء فمن خالفكم على هذا الأمر فهو زنديق فقال حمران وإن كان علويا فاطمية فقال صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وإن كان محمديا علويا فاطمية ونؤكد بأن الإمام الحسين صلى الله عليه وآله كان مبتليا ببعض إخوانه ممن كانوا ضعافا أمام الشيطان ومغريات الدنيا ومباحجها وقد مثلوا أو مثلوا في كثير من الأحيان قلقا متواصلا للإمام الحسين صلى الله عليه عليه والأئمة صلى الله عليه ونضرب مثلا بعبد الله بن الإمام جعفر الصادر هذا عبد الله بن جعفر وإخوة الإمام الحسين مثل هذا عمر أو عمر وهذا محمد بن الحنفية وغيرهم ذاك اللي دعا الإمام للخروج معه إلى كربلاء وما خرج وهذا محمد بن الحنفية كان عنده 11 ولد أو 14 ولد حسنا نقول 11 ولد ال11 ما طلعت منهم واحد حسنا هذا عبد الله بن جعفر الطيار طلع أولاده اثنينهم وزوجته سيدة زينب صلى الله عليه تعالى عليه يعني أولاده اثنين مستشدوا بيها باب وجواب حسنا هو جبان مو مشكلة هو يحب الدنيا أنا ما أقول جبان لأن أولاد أبو طالب كلهم شجعان لكن حب الدنيا اللي كاتلهم ونضرب مثلا بعبد الله بن الإمام جعفر الصادر صلوات الله تعالى عليه على الإمام الصادر الذي ادعى الإمامه وقد قال الأئمة عليه السلام فيه يريد عبد الله أن لا يعبد الله وغيره مثل محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى على أمير المؤمنين وآله الذي سقط هو الآخر في الاختبار ونصب نفسه إماما عينما ثار المختار الثقفي الذي كان هو الآخر مستأكلا باسم أهل البيت صلوات الله تعالى يريد السلطة هذا المختار الثقفي محبا بأهل البيت وقال إن المختار الثقفي كانت عينه على السلطة أول يقول محمد بن الحنفية واستغل مشاعر الناس والأنين التي في نفوسهم بعد استشاد الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه وآله وأعلن ثورته للإقتصاص ممن قتل الحسين صلوات الله تعالى عليه فارتبطت الجماهير به إلا أنها في ذات الوقت كانت تريد أن تتأكد من نقطة مهمة وهي هل إن المختار له شرعية من قبل أمة الدين أم لا وذلك من أجل الإطمئنان بكونهم في موقف سليم لنصرته ونذكركم بما قلنا سابقا بأن المختار كان يحس بهذه الرغبة فحاول مع الإمام الحق زين العابدين صلوات الله تعالى عليه حيث كان يرسل إليه بالهدايا محاولا استمالته إلى جانبه وكان يرسل إليه الوفود حرصا على أن ينعم الإمام بشيء ما ليزكي فيه فلم يحصل ذلك وأوضح أن الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه ذات مرة لم يقبل أخذ الهدايا وطرد من جاءه وقال أنه لا يستقبل هدايا الكذابين يعني ذول الوفد اللي جاينا من المختار كما جاء في كتاب رجال الكشي عن يونس بن يعقوب عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليهما قال كتب المختار بن أبي عبيدة إلى الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه وبعث إليه بهدايا من العراق فلما وقفوا على باب الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه دخل الآذن يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال أميط عن بابي فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم فمحوا العنوان وكتبوا للمهدي محمد بن علي ابن الحنفية فقال الإمام الباقر صلوات الله تعالى والله لقد كتب إليه بكتاب ما أعطاه فيه شيئا إنما كتب إليه يا ابن خير من طش ومشى فقال أبو بصير لأبي للإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه أما المشي فأنا أعرفه فأي شيء الطشي فقال الحياة وإن المختار قام بتوجيه تلك الرسالة إلى محمد بن الحنفية بعد محوهم لإسم الإمام مسح منها قال مويا نفس الرسالة مسحوها كتب الله وقد أعجب ابن الحنفية بالأمر وقام باستقبال الوفود حتى صدق نفسه بأنه المهدي وقد نازع الإمام السجاد الإمام حتى شهد الحجر الأسود فأنطقه الله تعالى بأن الإمام هو السجاد صلوات الله تعالى عليه وآله ونضيف إلى أن المختار من جانبه أعجبه هذا الأمر حتى أنه خلق مذهبا جديدا وهو المذهب الكيساني والذي يقول إن الإمام بعد الحسن والحسين صلوات الله تعالى عليهما لمحمد بن الحنفية وهو المهدي المنتظر وتاب أن الأمر قد استفحل وصار أسوأ لما بدى المختار يغالي في دعوة وبدى يقول إن إمامنا محمد بن الحنفية هو ليس فقط المهدي إنما ينزل عليه جبرايل وميكائيل وميكائيل هذه قلة جمعته أي إنه يوحى إليه وأثبت نبوته بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بهذا الكلام وإن الأمر لما وصل إلى المدينة المنورة انتفض الإمام السجاد صلى الله عليه تعالى عليه فذهب بنفسه إلى عمه بن الحنفية كما جاء في كتاب مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي والخبر معتبر وسنده قوي ينتهي إلى يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار عن يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلى الله عليه إن آبائه حدثه إن علي بن الحسين أتى محمد بن الحنفية فقال إن هذا الكذاب أراه يكذب على الله وعلى رسوله وعلينا أهل البيت وذكر إنه يأتيه جبرايل وميكايل فقال محمد ابن الحنفية يا ابن أخي قل للإمام السجاد يقول له هذا ترى جايي تشذي بيقول للناس فقال يا ابن أخي أتاك بهذا من تصدق قال نعم قال يعني ثقل قال لك بهذا الكلام هذا يمكن ما يدري جوز كان ابن الحنفية مو طهد شكش ماك قال نعم قال اذهب فارو عني إني لا أقوم هذا وإني أبرأ ممن قاله فلما انصرف من عنده دخل عليه عبدالله بن محمد وإمرأته أو سريته فقال له إنما أتاك علي بن الحسين صلى الله عليه وسجاد بهذا أنه حسدك لما يبعث به إليك فأرسل إليه محمد بن علي يعني ابن الحنفية لا تروي علي شيئا فإنك رويت عني شيئا قلت لم أقله بدل الكلام قال لي الإمام قال إذا رويت عني شيء أنا قولا لا ما قايله هذا اللي تقولون عنه وإننا عمنا وبطل الفيلم سلام الله علي يقول مهد المرشد وحتى الغزي وغيره ونأسف كون إن شخصية محمد بن الحنفية محترمة في الأوساط الشيئية رغم ما فعلته من مساوة وتلعبها بالدين والعقيدة وتكذيبها للأئمة صلى الله عليه تعالى عليهم وتقمصها للإمامة وإن ابن الحنفية بكاءه على أخيه الإمام حسين صلى الله عليه وآله لما جاءوا الخبر باستشادة ليس ملاكا لصالحا لصلاحه فإن أبا هريرة لعنه الله على سبيل المثال كان يبكي على الإمام الحسين صلى الله عليه وآله بل إن مروان بن الحكم لعنهم الله كان يذهب لبيت أم البنين صلى الله عليه ليستمع الندبة على الإمام الحسين ويبكي على مدى خمس سنوات هذا الساف المروان قال الإمام الباقر صلى الله عليه ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته المصدر كتاب الكافي الشريف لكليني عن أحمد بدناود القموي عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلى الله عليه قال جاء محمد بن الحنفية إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وآله في الليلة التي أراد بها الإمام الخروج في صبيحتها عن مكة فقال له يا أخي إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك ما يقل لأبي وأخي وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى فإن رأيت أن تقيم تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه فقال يا أخي قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم ومالدي قتلونينا فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت فقال له ابن الحنفية فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد فقال أنظر فيما قلت ما أخذ على قد عقله يعني شي قلة يعني ما هو ما مسلم بأن هذا إمام واجب الطاعة وهو ليفهم وهو ليعرف هو الله سبحانه وتعالى هو اللي يوحيل بهذا الشيء فلما كان السحار ارتحل الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه وآله فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها الإمام راكب به فقال يا أخي ألم تعدني النظر فيما سألتك يعني الإمام أصلا ما جاوبه طلع بس هذا لزقه يركض وراء قال بلى قال فما حداك على الخروج عاجلا قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك فقال يا حسين أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا فقال محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون هذا يعني هذا شيء على قد عقل يسول له فما معنى حملك هؤلاء النساء معك يعني هو ما مسلم للإمام بأي شيء يقل فقال لي صلى الله عليه وآله يعني جدي إن الله قد شاء أن يراهن سبايا فسلم عليه ومضى المصدر كتاب بحار الأنوار للمجلسين يقول مهدي المرشد بأن الإمام الحسين صلى الله عليه وآله أبقى محمد بن الحنفية في المدينة لكي يكون له عينا على عدائه وهذا القول يقولونهم غير يعني مو بس هذا مهدي المرشد نأتي إلى كتاب بحار الأنوار للمجلسي جزر 44 كتب الإمام الحسين صلى الله عليه تعالى عليه كتاب إلى بني هاشم هذا محمد بن الحنفية غير من بني هاشم لو من غير بني هاشم الكتاب هذا يخص كل بني هاشم إخوانه أولاد عمه أولاد أولاد عمه عشيرته هي كلها بني هاشم روى محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في كتاب الرسائل عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن مروان بن اسماعيل عن حمزة بن حمران أو حمران عن الإمام الصادق صلى الله عليه قال ذكرنا خروج الإمام الحسين صلى الله عليه وآله وتخلف ابن الحنفية ليش ما طلعوا يا فقال الإمام الصادق صلى الله عليه يا حمزة إني سأخبرك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسك هذا إن الإمام الحسين صلى الله عليه وآله لما فصل متوجها دعا بقرطاس وكتب وكتب فيه بسم الله يعني ورقة قال مطون ورقة خلنا نكتب جلد يعني فكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي بن أبي طالب صلى الله تعالى عليهم إلى بني هاشم أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد يجي يجي ويا يترى يموت ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام هذا كتاب الإمام لأقل أنت كذا ظلم مكاني دير بالك على المدرياهو نازع الإمام السجاد بالإمامة سووا كذا وسووا كذا كل كلام مهد المرشد وغيره ما بأي دليل مثل تصفيتهم على زيارة الأربعين شك ورواية جايبينها بأن واجب زيارة الإمام الحسين هم مدخلينها بزيارة الأربعين ما لا علاقة زيارة الأربعين يا أخي الواجب علينا زيارة الحسين ليش بالأربعين ليش مو بالخمسين ليش مو بالستين ليش مو بالسبعين روايات نزلنا روايات و و و أمور كثيرة بأن القافلة الحسينية رجعت من الشام وصلت الى كربلا يوم الستين او يوم السبعين او يوم الثمانين ما رجعوا يوم الاربعين والتمم تشلبين الاربعينية المقدسة والاربعينية المدرشين والاربعينية بابا ما عدنا اختلاف بالرجوع لكن مو يوم الاربعين سويها الستينية سويها الثمانينية الحقيقة هي الثمانينية وذا كل شمو يعني الستينية ما رجعه باربعين يوم قوة حسنا مثل هاي هم قوة قال له هو وصاء هو هذا كتاب الإمام السجل الإمام الحسين عليه السلام شي يقول للبني هاشم أما بعد فإنه من لحق بيه منكم استشهد ترى تموتون ليريد يجي شهادة ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام ترى الباقي الله يطيع حظه قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه وهو يخاطب حمران بنعيا يا حمران مدى المطمر بينك وبين العالم هاي ذكرناها الرواية هي مصدرها كتاب معاني الأخبار للصدوق قال لماك مدى المطمر الدين اللي عندك انت أفضل من هواي ناس تدعي نسبتها إلى رسول الله قال هزين مولاي يقول له هذا لي خالفك على الدين اللي تعلمت مني من خالفكم على هذا الأمر فهو زنديق يعني كافر فقال حمران وإن كان علويا فاطمية يعني ذا سيد قال إن كان محمديا علويا فاطمية مصدر معاني الأخبار للصدوق عدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب عن أبي عبد الله عليه صلوات الله تعالى عليه وزرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليهما قال لما قتل الحسين أرسل محمد بن الحنفية إلى علي بن الحسين الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه فخلا به أنا أريد المرشد يسمعني وغيره يقول هنا فخلا به يعني بس هو ويا ماكو أحد ثاني على المتخاف يعني هاي تمثيلية قدام الناس وقدام يقول فخلا به ثم قال له يا ابن أخي قد علمت إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد جعل الوصية والإمامة من بعده إلى علي بن أبي طالب يعني ما يقل له أبي إلى علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليهما ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين صلوات الله تعالى عليهما وقد قتل أبوك ما يقل له استشهد قتل أبوك ولم يوصي ما قال من بعد منه اسمعه هذا سواه مثل ابو بكر من يقل له لم يوصي نفس التبن وأنا عمك وصنو أبيك مثل أبوك وولادتي من علي وأنا في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك بعدك أنت فرغ زعطور حاشا الإمام فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تجانبني زين هذا يقول له مثل الإمام يقول له إيه أنت شبيرني وإنت عمني وإنت كذا لا خير ولي فقال له الإمام السجاء صلى الله عليه وآله يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين يا عم إن أبي صلوات الله تعالى عليه وآله أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى الأراب وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشد بساعة وهذا سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله عندي فلا تتعرض لهذا فأني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال تعال حتى نتحاكم إلى الحجر الأسود أو الأسعد الإمام قال له قال تعالي نتحاكم قدام الحجر ونسأله عن ذلك قال الإمام الباقر صلى الله عليه تعالى عليه وكان الكلام بينهما بمكة فانطلقا حتى إذا أتيا الحجر فقال علي لمحمد الإمام السجاد صلى الله عليه تعالى عليه ابدأ وابتهل إلى الله وسله أن ينطق لكه فاسأله محمد وابتهل في الدعاء وسأل الله تعالى ثم دعا الحجر فلم يجبهم وقف قدام الحجر اللهم بحق أنا بن علي أنا مدرشني خلي ينطق ما جاوبه فقال له الإمام السجاد صلى الله عليه وآله أما أنك يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك فقال له محمد بن الحنفية فادعوا أنت يا ابن أخي وسله فدعا الإمام السجاد صلى الله عليه بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء ولا أوصياء يحشوي الحجر وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الإمام الحسين بن علي صلى الله عليهما فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول من موضعه أو عن موضعه ثم أنطقه الله بلسانا عربيا مبين فقال اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي صلى الله عليهما إلى علي بن الحسين بن علي صلى الله عليه تعالى ابن فاطمة صلى الله عليهما أجمعين بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فانصرف محمد بن الحنفية وهو يتولى علي بن ابن الحسين صلى الله عليه تعالى المصدر كتاب بصائر الدرجات للصفار أنا أريد أن هذا مهدي المرشد وغيره ثم أقارن هاي الروايات ما سامعين بيها ما شايفينه زيانت من فندت فندت على يا أساس على استحساناتك على عقلك على ثقافتك على شنو أنت ما عندك أي دليل على الكلام أي دليل ما عندك هذا الساذج وذاك اللي يقول هجهي وصلاوات الله عليه وسلام الله عليه والمختار والنعم منه وذاك مدري شنو كنه الكلام هذا التافي قال الإمام الصادق صلى الله عليه من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر هذا مدعي للإمامة فهو كافر بعدين تاب مو مشكلة المصدر كتاب الكافر الشريف للكلين عن سورة بن كليب قال قلت للإمام الباقر صلى الله عليه ما قول الله عز وجل ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فقال الإمام الباقر صلى الله عليه من قال إني إمام وليس بإمام هذه وجوههم مسودة يوم القيامة قلت وإن كان علويا قال الإمام الباقر صلى الله عليه وإن كان علويا قلت وإن كان من ولد علي بن أبي طالب هو يسيل عن غاية صلى الله عليه وقال قال الإمام صلى الله عليه وإن كان المصدر كتاب الكافر الشريف للكلين سنجي لهذا محمد هذا يعني بطل الفيلم هو كان يعني بزمن الإمام الحسين الحسين صلى الله عليه عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت إمرة مجحش أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه وآله فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع وحدة زانية يجد تعترفه وتريد التوب فقال لها أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله مما أطهرك فقالت أنا زنيت فقال لها صلى الله عليه وآله أو ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل جاء تشهد على نفسه فقال لها صلى الله عليه وآله أفحاضرا كان بعلك إذا فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك فقالت بل حاضرا فقال لها صلى الله عليه وآله انطلقي فضعي ما في بطنك ثم أتني أطهرك كانت حامل قالها جيبي وكملي وبعدين تعليلي فلما ولدت أو لما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني فتجاهل عليها يعني وراء ما جابت فتجاهل عليها صلى الله عليه وآله ما يريد يقيم عليها الحد وهي يمجلبه يا أخي توبي بينك و بين الله أنت توبي توبة نصوحة فقال أطهرك يا أمة الله من ماذا قالت إني زنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وآله وذات فعلت ما فعلت قالت نعم قال صلى الله عليه وآله وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت حاضرا قال صلى الله عليه وآله فانطلقي وارضعي حولين كاملين كما أمرك الله تعالى ما يريد يقيم عليها الحد يقولها توبي هي مادام هي الإنسانة هاي تريد التوب قلها توبي بينك و بين رب العالمين ليش تجين فانصرفت قالها ابنك لازم حولين ترضين لازم سنتين فانصرفت المرأة فلما صارت حيث لا تسمح كلام قال صلى الله تعالى عليه اللهم إنهما شهادتان شهدت المرأة الثانية على نفسه فلما مضى حولان أتت المرأة هذا كله احنا شاهد الكلام على هاي الرواية لمحمد بن الحنفية زين شنو علاقة به هاي المرأة ما لا علاقة بس شوف انت نهاية الرواية فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها صلى الله تعالى عليه وقال أطهرك من ماذا فقالت إني زنيت فطهرني نفس الكلام ذات بعل نعم موجود نعم حاضر فقال صلى الله تعالى عليه فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قالت واني طهرني فقال لي اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال هذا شوف الغبي هذا اللي طب بنص السلفة من هو مدى عليك فقال لها عمرو بن حريف ارجعي إليه فأنا أكفله أنا أكفل ابنك ما لك علاقة فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين وهو متجاهل عليها ولم يكفل ولم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني صار أن أربع شهادات إياه لازم أربع للزنا فقال ما فعلتي قالت لكذا قال حاضر زوجت كان موجود وزنيتي قالت لكي حاضر فرفع رأسه صلى الله تعالى عليه إلى السماء وقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك يا من دينك يا محمد من حطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير محطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك صلى الله عليه وآله فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفق من وجهه فلما رأى ذلك صار وجه أحمر الإمام يعني تعصم على هذا عمرو فقال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أكفله إظننت إنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه أبعد أربع شهادات بالله تعالى لتكفلنه وأنت صاغر ماكو فائدة بعد شهدت على نفسه من يطببك بالموضوع فصعد أمير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه المنبر فقال يا قنبر نادي في الناس الصلاة جامعة فناد قنبر في الناس فاجتمعه حتى غص المسجد بأهله وقام أمير المؤمنين صلى الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر يعني ظهر الكوفة ليقيم عليها الحاد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحدا منكم إلى أحد كلمين يتلفهم ويجيب طابقاته وياه لأن يدفنونها الحاد رأسه ويظل يرمونها بالحجر الحاد ما تموت حتى تنصرفوا انصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرتين خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة يعني ظهر الكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفعناها فيه ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع أصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهداً عهده محمد صلى الله عليه وآله إليه بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ما يصير واحد منكم عليه حد أن يقيم حد على واحد فمن كان عليه حداً مثل ما عليها يعني إذا أبيكم واحد زاني وما أخذ العقوبة مالته فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يوم أذن كلهم ما خلى أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه والحسن والحسين صلى الله تعالى عليهما فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يوم أذن وما معهم غيرهم قال وانصرف في من انصرف هذا شاهد الكلام هنا قال وانصرف في من انصرف يومئذ محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله كونه في ذمته حداً المصدر كتاب الكافي الشريف للكليني الجزء السابع يعني هذا عليه حد ما لزنا هذا محمد بن الحنفية وماذا عن قول أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه فيه لولديه الحسنين صلى الله تعالى عليهما في آخر وصيته المشهورة لهما إن قال وصيكما به فإنه شقيقكما يعني هذا القول عن محمد بن الحنفية قال ما وصيكم به هذا أخوكم ابن أبوكم وقد علمتم إن أباكم كان يحبه أنا أحب هذا هذا المقطع الذي تتناقله الناس والمحممين وإنه ليصعد منبار وغيره حتى فلان وفلان ورد في مصادر المخالفين وقد رواه الطبري هذا مو من مصادر نحن هاي أباكم يا حبه وهذا شقيقكم وابن أبيكم ولكن على كل حال حتى لو سلمنا جدلا بكون تلك العبارة قطعية الصدور فإنها محمولة على أن على أوان استقامة ابن الحنفية إن كان مستقيما في أوان ما وليست وثيقة وثيقة أصمه لابن الحنفية في أصحاب المحصومين صلى الله تعالى عليه الرجال كانوا ممدوحين فترة فترة استقامتهم ثم انحرفوا فذمهم الأم صلى الله تعالى عليهم العدل يقتضي هذا عندما تحصن تشكر وعندما تنحرف تذم أبو طاهر محمد بن علي بن بلال كان جليلا ثقة من أعظم أصحاب الإمام العسكري صلى الله تعالى عليه ولا يبعد أن يكون هو الذي قد عبر عنه الإمام المادي عجل الله تعالى فرجع الشريف في بعض التوقيعات المنسوبة إليه بالثقة المؤمون العارف بما يجب عليه ولكنه انحرف بعد ذلك جاء فيه كتاب بحار الأنوار للعلام المجلسي في جزء 45 صفحة 325 حسب الطبعة تحت عنوان ذكر كتاب يزيد لعنه الله إلى محمد بن الحنفية ومصيره إليه وأخذه جائزته كتب يزيد لعنه الله إلى محمد بن الحنفية وهو يومئذ بالمدينة أما بعد فأني أسأل الله لنا ولك عملا صالحا يرضى به عنا فأني ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلا هو أرجح منك حلما وعلما ولا أحضر فهما فهما وحكما ولا أبعد من كل سفة سفة ودنس وطيش وليس من يتخلق بالخير تخلقا وينتحل الفضل تنحلا كمن جبله الله على الخير جبلا وقد أعرفنا ذلك منك قديما وحديثا شاهدا وغائبا غير إني فد أحببت زيارتك والأخذ بالحظ من رؤيتك فإن نظرت في كتابي هذا فأقبل إلي آمنا مطمئنا أرشدك الله أمرك وغفر لك ذنبك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته هذا يزيد كتاب لهذا قال له أنت الفاهم العاقل أنت شبير أخوانك أنت 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 من يجي كتابي أريدك تجيني وأمن ما سوي لك شيلات خاف قال فلما ورد الكتاب على محمد ابن الحنفية وقرأه أقبل على ابنيه جعفر وعبد الله فاستشارهما في ذلك فقال له ابنه وعبد الله يا أب اتق الله في نفسك ولا تصر إليه فإني خائف أن يلحقك بأخيك الحسين هم أدوم الإمام الحسين هتشي يعني حادي صلى الله عليه تعالى عليه أخوك لا يقتلك مثل أخوك الحسين ولا يبالي فقال محمد يا بني ولكني لا أخاف ذلك منه فقال له ابنه جعفر يا أب إنه قد ألطفك في كتاب إليك ولا أظنه يكتب إلى أحد من قريش بأن أرشدك الله أمرك وغفر لك ذنبك وأنا أرجو أن يكف الله شره عنك فقال محمد ابن الحنفية يا بني إني توكلت على الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وكفى بالله وكيلة ثم تجهز محمد ابن الحنفية وخرج من المدينة والسارة حتى قدم على يزيد بن مهاوية بشيام لعنهم الله فلما استأذن أذن له وقربه وأدناه وأجلسه معه على سريره ثم أقبل عليه بوجهه فقال يا أبا القاسم هو الكنية مالت أبا القاسم أجر أجرنا الله وإياك في أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه ووالله لأن كان نقصك فقد نقصني ولأن كان أوجعك فقد أوجعني شوف اسمها شذب شون اثنين أمه ولو كنت أنا المتولي لحربه لما قتلته قال أنا ما قتلته هذا أمر بن سعد والشمر ذولي وبالمرجان القتله أنا ما قتلمه قتله ولدفعت عنه القتل ولو بحز أصابعي وذهاب بصري حز أصابع يعود مثل عثمان وذهاب بصري ولفديته بجميع ما ملكت يدي وإن كان قد ظلمني وقطع رحمي ونازعني حقي هو أخو طلع على بسانة كل هذا وأنا أحبه ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم رأيه في ذلك فعجل عليه بالقتل فقتله ولم يستدرك زين التقواد سافل ساقط من جابه لك الرئيس أنت تضرب بالخيزرانة وتنعب على رأس الشطرانج وأمور كثيرة ولم يستدرك ما فات وبعد فإنه ليس يجب علينا أن نرضى بالدنية في حقنا ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصنا الله به دون غيرنا وعزيز علي ما ناله والسلام فهات الآن ما عندك يا عبد القاسم سولف قال فتكلم محمد بن الحنفية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني قد سمعت كلامك فوصل الله رحمك جزاك الله خير وإن أمنك ورحم حسينا حسينا نتعادي مو إمام صلى الله عليه وعليه وبارك له فيما صار إليه من ثواب ربه والخلد الدائم الطويل في جوار الملك الجليل وقد علمنا إن ما نقصنا فقد نقصك وما هراك فقد هرانا من فرح وترح وكذا أظن إن لو شهدت بذلك بنفسك لاخترت أفضل الرأي والعمل مستحيل أنا أدري بأن أنت لو موجود ما صارت شي ولجانبت أسوأ الفعل والخطر والآن فإن حاجتي إليك أن لا تسمعني فيه ما أكره فإن أخي وشقيقي وابن أبي وإن زعمت إنه قد ظلمك وكان عدوا لك كما تقول فقال يزيد لعنه الله إنك لن تسمع مني إلا خيرا ولكن هلم فبايعني واذكر ما عليك من الدين من الدين حتى أقضيه عنك إنت سبايعني وشكو عندك ديون أنا رح أقضيه عنه قال فقال له محمد ابن الحنفية أما البيعة فقد بايعتك أنا بايعك وأما ما ذكرت من أمر الدين فما على يدين والحمد لله وإني وإني من من الله تبارك وتعالى في كل نعمة سابقة لا أقوم بشكرها أنا البيعة أم بايعك شينها القوة شينها الشجاعة ماكو كلمة حق بوجه سلطان جائر قبل قال أنا مبايعك شين ما بايعك أنا مبايعك قال فالتفت يزيد لعنه الله إلى ابنه خالد فقال يا بني إن ابن عمك هذا لأنهم أولاد عم بني أمي هذا بعيد من الخب واللؤم والدنس والكذب هذا هذا زينة بني هاشم ولو كان غيره كبعض من عرفت لقال علي من الدين كذا وكذا ليستغنم أخذ أموالنا قال ثم أقبل عليه يزيد لعنه الله فقال بايعتني يا أبا القاسم تبايعتني قال نعم يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين قال فأني قد أمرت لك بثلاثمات ألف درهم فبعث من يقبضها فإذا أردت الانصراف عنه وصلناك إن شاء الله قال فقال له محمد بن حنفية لا حاجة لي في هذا المال ولا له جئته قال يزيد فلا عليك أن تقبضه وتفرقه في من أحببت من أهل بيتك قال فأني قد قبلت يا أمير المؤمنين قال قال فأنزله في بعض منازله وكان محمد بن حنفية يدخل عليه في كل يوم صباحا ومساءا ظل عنده أيام قال يعني شوف الفرق ما بين قول السيدة زين يا سلام الله عليها من تقل يا ابن الطلقاء مرأة لكن بمليار رجل وهذا الجبان يقول أنا مبايعاك وعاي شوف الفرق قال وإذا وفد قال وإذ وفد أهل المدينة قد قدموا على يزيد وفيهم منذر ابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن حفص بن المغير المخزومي وعبد الله بن حنظل بن أبي عامر الأنصاري فقاموا عند يزيد لعنه الله أياما فأجازهم يزيد لكل رجل منهم بخمسين ألف درهم وأجاز المنذر بن الزبير بمائة ألف درهم فلما أرادوا الانصراف إلى المدينة أقبل محمد بن الحنفية حتى دخل على يزيد فاستأذنه في الانصراف معهم إلى المدينة فأذن له في ذلك ووصله بمائتي ألف درهم ميتين ألف درهم وأعطاه عروضا بمائة ألف درهم ثم قال يا أبا القاسم أني لا أعلم في أهل بيتك اليوم رجلا هو أعلم منك بالحلال والحرام وقد كنت أحب أن لا تفارقني وتأمرني بما في حظي ورجدي فوالله ما أحب أن تنصرف عني وأن تذام لشيء من أخلاقي فقال له محمد من الحنفية أما ما كان منك إلى الحسين بن علي فذاك شيء لا يستدرك ذاك شيء ما كفايدة لا ندى وأما الآن فأني ما رأيت منك مذ قدمت عليك إلا خيرا ذاك سويت يجوز تدخل بين نار بس أنا مني جئت لحد الآن ما شفتك سويت شيء هو يشرب عرق ونسوان وكذا إلا خيرا ولو رأيت منك خصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها وأخبرك بما يحق لله عليك منها للذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء في علمهم أن يبينوه للناس ولا يكتموه ولست مؤديا عنك إلا من ورائي من الناس إلا خيرا غير إني أنهاك عن شرب هذا المسكر يعني هذا ترى حرام فإنه رجس من عمل الشيطان وليس من ولي أمور الأمة ودعي له بالخلافة على رؤوس الأشهاد على المنابر كغيره من الناس فاتق الله في نفسك وتدارك ما سلف من ذنبك والسلام قال فسر يزيد ارتع بما سمع من محمد ابن الحنفية سرورا شديدا ثم قال فأني قابل منك ما أمرتني به وإني أحب أن تكاتبني في كل حاجة تعرض لك من صلة أو تعاهد ولا تقصرن في ذلك فقال محمد ابن الحنفية أفعل ذلك إن شاء الله ولا أكون إلا عندما تحب قال ثم ودعه محمد ابن الحنفية ورجع إلى المدينة ففرق ذلك المال كله في أهل بيته وسائر بني هاشم وقريش حتى لم يبقى من بني هاشم وقريش من الرجال والنساء والذرية والموالي إلا صار إليه شيئا من ذلك المال يعني تعتبر دي مال إمام الحسين أخذ أنوان ثاني ثم خرج محمد ابن الحنفية من المدينة إلى مكة فقام بها مجاورا لا يعرف شيئا غير الصوم والصلاة ها يعني هذا هسه شنقول عنه القول لكم أنا أنا أوصلكم إلى الحقائق عبيد الله ابن الإمام علي ابن أمير المؤمنين هذا هم أخه إلى هذا محمد ابن الحنفية هذا من أولاد هم الإمام هذا مدفون في محافظة الأمارة ميسان سابقا في الأمارة وله مرقد وقد قتل في معركة المذار هو طالح لا يزار هذا طالح لا انتخاف تسمع العنوان عبيد الله ابن الإمام علي بن أبي طالب هذا إنسان طالح لا يزار قد دعا عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه فكان من سوء عاقبته إنه قتل فيه ولاء موالي لمصعب ابن الزبير ومصعب هو اللي قتل المختار يعني شوف الطرفة لعناهم الله وقبره بالقرب من قضاء قلعة صالح على بعد أربعين كيلو مترا تقريبا من مركز المحافظة لأمارة ويعتبر من أقدم وأكبر المراقد التاريخية في المحافظة وله مكان كبير عند الناس بعد ابن أمير المؤمنين يا لي أعرف الشمسي وما سوي في داخل وخارج المحافظة وتقصده الناس للزيارة والتبرك وطلب الحاجات والدعاء عند قبره وهم لا يعلمون بأنه طالحا وليس صالحا واسمه عبيد الله ابن أمير المؤمنين ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب صلى الله تعالى عليهم جميعا وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن ثابت بن ربعي بن سلمة بن جندل بن نهشل بن دارم من بني تميم قدم من الحجاز إلى الكوفة فحبسه المختار ثقك هذا المختار شون تحبس ابن أمير المؤمنين يا سافر يا مختار شون لك تحبس هذا ابن أمير المؤمنين لأن كان يوالي مصعب بن الزبير ثم أطلقه فرحل إلى مصعب بن الزبير عامل أخيه عبد الله على العراق وأكرمه ثم جاءه بعض بني تميم وبايعوه بالخلافة على كره منه وقال لهم لا تعجلوا بايعوه هذا أنت بن أمير المؤمنين فاستدعاه مصعب فحلف عبيد الله أنه ما أراد ذلك فصدقه ثم اشترك مع جيش مصعب في وقعة المذاهر وقات المختار الثقفي فقتله فقتل عبيد الله في تلك المعركة يعني القتل المختار هذا المختار قاتل ابن أمير المؤمنين يلا سبوا المختار يلا لعنوه لأن قتل ابن أمير المؤمنين وفي كتاب الخرائج روية عن أبي جارود عن أبي جعفر الإمام الباقر صلى الله عليه تعالى عليه وآله قال جمع أمير المؤمنين صلى الله عليه تعالى عليه بنيه وهم 12 ذكرا فقال لهم إن الله أحب أن يجعل في سنة من يعقوب جمع بنيه وهم 12 ذكرا فقال لهم إني أوصي إلى يوسف فاسمعوا له وأطيعوا وإني أوصي إلى الحسن والحسين عليهم السلام فاسمعوا لهما وأطيعوا فقال له هذا عبيد الله ابنه دون محمد يعني محمد ابن الحنفية لأنه فقال له أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه وآله أجرأة علي في حياتي ولك ترد علي وأنا بعد ما ميت كأني بك قد وجدت مذبوحا في فصطاتك لا يدري من قتلك يعني يعني أنا كأني بك أشوفك قاعد بخيمة ويقتلونك ومو حد يدري إياه القاتل فلما كان في زمان المختار أتاه فقال لست هناك فغضب فذهب إلى مصعب بن الزبير وهو بالبصرة فقال ولني قتال أهل الكوفة فكان على مقدمة مصعب فالتقوا بحروراء فلما حجز الليل بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحا في فصطاته يعني الخيمة لا يدري من قتله أو لا يدري من قتله بيان أتاه أي أتى عبد الله المختار ليبايع المختار له بالإمامة فقال المختار له لست هناك أي لا تستحقق الإمامة هو جاي للمختار يقول أبايعني أنا ابن أمير المؤمنين أنا صيرا نجي إلى عمر الأطرف وعمر الأشرف عجيطيكم نماذج أنا من أولاد الأئمة عمر الأطرف هو عمر بن علي بن أبي طالب هذا اللي ما طلع وهي الإمام الحسين صلى الله عليه وآله لعناه الله هذا عمر أو عمر أو عمره هيتش اسمه والميل إلى قتحه أقرب خاصم الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام صلى الله عليه تعالى عليه إلى الحاكم الجائر عبد الملك بن مروان هذا راح يشتكى على الإمام السجاد هو يصير عمه ابن أمير المؤمنين هو هذا عمر إلى عبد الملك بن مروان لعناه الله في صدقات النبي الخمس ولا يقول هذا معي جاي طينا ياخذين كنين وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله فقد ذكر الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ما نصه روى هارون بن موسى قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة رد إلى رد إلى علي بن الحسين صلى الله عليه وآله صدقات رسول الله وعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وكانتا مضمومتين وخرج عمر هذا أو عمر إلى عبد الملك يتظلم إليه من نفسه فقال عبد الملك أقول كما قال ابن أبي الحقيق أنا إذ مال الدواء الهوى وأنصت الشامع للقائل واصطرع الناس بألبابهم نقضي بحكم هادلا فاصل لا نجعل الباطل حقا ولا نلض دون الحق بالباطل نخاف أن تسفه أو تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل وأضف إلى ذلك تخلفه عن نصرة الإمام الحسين صلى الله عليه في كربلا أما عمر الأشرف أو عمر الأشرف أو عمره هو عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلى الله عليه عليه وهذا ابن الامام السجل وهو من اصحاب الامام ابي جعفر الباقر صلى الله تعالى عليه ومن اصحاب الامام الصادق صلى الله تعالى عليه قال عنه الشيخ المفيد وكان عمر بن علي بن الحسين فاضلا جليلا وولي صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات امير المؤمنى صلى الله تعالى عليه ما وكان ورعا سخيا وقال عنه شريف المرتضى واما عمر بن علي بن الحسين ولقبه الاشرف فانه كان فخم السيادة جليل القدر والمنزل في الدولتين معا الاموية والعباسية وكان ذا علم وقد روي عنه الحديث وبعد عجز المخالفين عن اثبات صلاح رموزهم كابي بكر وعمر وعثمان لعنهم الله امسوا يتشبثون كثيرا بشبهة تسمية الامة صلى الله تعالى عليهم جميعا ابناءهم باسماء كعمر وعثمان حبا بعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لعنهم الله وما يدريك مخاطبا بكريا ان الامام صلى الله عليه او الامام زين العابدين عليهم والسلام صلى الله عليه عليهما قسم يا ابنيهما باسم عمر بقصد تسمية باسم عمر بن الخطاب تحديدا هالرواء عنهما ذلك لما لا يكونان قد قصدت اسميتهما باسم عمر بن ابي سلم رضوان الله تعالى عليه اسم عمر ابن ام سلم عليه السلام زوجة رسول الله صلى الله عليه وعليه فهو ايضا اسمه عمر وقد كان من الاخيار وله مواقف طولية في نصرة امير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله حتى انه حارب عائشة في معركة الجمل واشرى سيفه مدافعا عن الحق في وجوه اتباعها وقتل منهم القتل وقد كافأه امير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وآله على ذلك بنصبه وليا على البحرين خلاوالي ثم على بلاد فارس وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من اصحاب رسول الله المؤمنين الاجلاء الذي لم يبدلوا ولم ينقلبوا على عقابهم بعد استشاد النبي صلى الله عليه وآله ولا عجب فهو قد تربع على يد السيدة جليلة ام المؤمنين ام سلم رضوان الله عليها وعلى كل حال فان الدعاء كأن التسمية يدعون يعني كانت بقصد التيمن بعمر بالخطاب هو رجم بالغيب بان احدا لم يروي عن امير المؤمنين صلى الله عليه وآله انه قد سمى ابنه بهذا الاسم لهذا القصد وكان من اصحاب الامة صلى الله عليه تعالى عليهم جميعا وروات احاديثه احاديثهم من اسمه يزيد وعمر ولم يعمرهم الامة صلى الله عليه تعالى عليهم بتبديل اسمائهم ففي ذلك دلالة على ان من يتسمى بتلك الاسماء في تلك الازمنة لا تنصرف الى يزيد بن معاوية وعمر ابن الخطاب لعنهم الله تعالى وإلا لعمروا اصحابهم بتبديل اسمائهم مصادر هاي كلها للحديث كتاب كتاب الارشاد للشيخ المفيد الجزة الثانية صفحة 149 كتاب رجال الطوسي لشيخ الطائفة يسمونه شيخ التالفة مو طائفة الطوسي الصفحة 139 وكذلك كتاب الارشاد الجزة الثانية همه 170 باب اخوة الامام الباقر صلى الله عليه وكتاب الناصريات للشريف المرتضى الصفحة 63 هذا كل كلامنا عن محمد بن الحنفية والمختار الثقفي بالمصادر وبالادلة وبالبراهين اما قول ماد المرشد الغزي فلان 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 بانها يسفاها بان كذا انتم جاي الدافعون هسه انتم يا ذكرت اسمائهم الدافعون باستحسانات بدون دليل هذا حتش يفيدكم ذول الناس طالحين وليسوا بصالحين وردها علي ان استطعت هذا الكلام موجه لكل واحد اخر كلامنا الصلاة على النبي المختار وآل بيته الطيبين الاخيار ولعن اعداءهم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر